اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية هالمشكلة الصورة تظهر على تطبيقك الخاص لكرام ما عليك أن تقوم بفعله لحل هذا المشكلة وأن تقوم بالضغط على الضبطة والإعدادات ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط هنا على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيقك الخاص لكرام تضغط عليه ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق ثم بعدها سوف تقوم بالضغط على إيقاف إجباري تضغط على موافع ثم تقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين بعدها ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالضغط على مسحة تخزين المؤقت ثم سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الوي فاي الخاص بك لكي يقوم بتعديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو